الملك تي شارليز يمنح الأمير مويدلتون لقب جديدا منح الملك تي شارليز الثالث أميرة ويلز لقب جديدا بعد مرور ثلاث أشهر على وفاة الملكة لزابيث وحصولها على لقب أميرة ويلز وقد عين الملك كيت البالغة من العمر أربعين عاما عقد فخري للحرس الإيرلندي بدلا من زوجها الأمير ويل يام الذي حمل اللقب منذ أكثر من عشر أعوام وكان أول عقيد ملكي في الحرس الإيرلندي وعلى إثر هذا التغيير سيرث الأمير ويل يام حاليا لقب كوال ونيل في الحرس الويزي من ولده المالك تي شارليز العملة النقدية وفي سياق منفصل أعلن بنك إنجلترا يوم الاثنين الموافق تسعة عشر من ديسمبر عن إصدار أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تي شارليز الثالث الذي اعتل العرش بعد وفاة والدته المالكة لزابيث الثانية في ثمانية من سبتمبر وأشار البنك إلى أن هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستترح للتداول اعتبارا من منتصف الفين واربع وعشرين وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المصر في المركزي البريطاني كان قد أعلن في بيان له أن مصورة الملك استظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع وهي خمسة وعشر وعشرين وخمسين جنيها استرلينيا دون أي تعديل آخر في تصميمها يذكر أن مصورة الملكة لزابيث مطبوعة حاليا على أحد وجه العملة النقدية وكذلك أيضا داخل العلامة المائية الموجودة على العملة وستح صورة تي شارليز الثالث محل صورة والدته في المكانين بحسب نماذج كشفت النقاب عنه المؤسسة النقدية ذكرى ميلاد الملكة شارليز ولد الملكة شارليز في شهر نوفمبر إلا أنه سيتمسك ويحافظ على تقاليد والدته الراحلة الملكة لزابيث الثانية من حيث الاحتفالات إذ سيقيم الملك الموكب المعروف باسم ترو بن ذا كولر في وسط لندن في يونه المقبل بعد ستة أسابيع فقط من تتويجه في ستة من مايو وأعلن القصر أن الاحتفال السنوي الذي يشهد مئات الجنود يسيرون في موكب هورس جاردز حرس كورردز يليه ستقام رحلة طيران فوق قصر باك غهام في سبعة عشر من يونه الفين وثلاث وعشرين كان يوم ميلاد الملكة لزابيث الفعلية في واحد وعشرين من إبريل ولكن يتم الاحتفال به في شهر يونيه من كل عام بسبب التقص الذي يكون أفضل في هذا الوقت يوم ميلاد الملكة شارلز في نوفمبر لكن يبدو أنه سيتخذ إجراءات والدته نفسها في الاحتفالات العامة لمشاهدة أجمل صور المشاهير زور انستغرامي سيدتي يولي لاطلا على فيديوغراف المشاهير زور تيكاتوك سيدتي وي مكينيك متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر سيدتي فنون